أصدر رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة من منصبه وتكليف الفريق خالد حسان وحيد دين بدلاً منه كان البرهان قرر إنهاء خدمة سفيرين من العمل بوزارة الخارجية يأتي ذلك بعد ساعات من تجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها بالخارج